أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لأوكرانيا بضرب أهدف في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خركاف وذلك ضمن شروط معينة بعدما كان في وقت سابق معارضا لذلك وفق ما أعلن مسؤول أمريكي وقال المصدر إن بايدن كلف فريقه بالتأكد من قدرة أوكرانيا على استخدام أسلحة أمريكية لشن هجوم مضاد في منطقة خركاف وذلك للرد عندما تهاجمها القوات الروسية أو تستعد لمهاجمتها كما أضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض تنفيذ ضربات أوكرانية في عمق الأراضي الروسية